ننتقل الآن إلى المثال الثالث المرتبط بالحالة الثالثة وهو حالة تخفيض المخصص وسوف نستعين بنفس بيانات المثال السابق بالنسبة إلى شركة السامر وشركة الوعد وكذلك بالنسبة للقيمة السوقية للاستثمارات الظاهرة أمامك عزيز الدارس ولكن الشيء المختلف الحقيقة هو أن مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية الظاهر في ميزال مراجعة سوف يظهر بمقدار 150 الفريال لاحظ في إجراءات الحل أن كلفة الاستثمار هي نفسها التي تم احتسابها في المثال السابق والتي ظهرت ب570 الفريال أما بخصوص القيمة السوقية للاستثمار والتي جرى احتسابها من خلال عملية ضرب علد الأسهم في سعر السوق بالنسبة للسهم الواحد وهذا ما ظهر بالنسبة لشركة السامر 270 الفريال وبالنسبة لشركة الوعد 160 وظهر الإجمالي ب430 الفريال وعند استبعاد هذا المبلغ أو القيمة السوقية من كلفة الاستثمار ظهر المبلغ ومقدار 140 الفريال وهو يمثل المخصص المراد تكوينه ولكن الشيء ظاهر بأن المخصص الموجود كرصيد في ميزان المراجعة هو 150 الفريال في حين أن المخصص المطلوب هو 140 الفريال وهذا يشير إلى وجود زيادة مقدارها 10 الفريال ينبغي هنا بموجب هذه الحالة رد هذه الزيادة بالقيد الآتي من حساب مخصص هبوط أسعار أوراق مالية إلى حساب الأرباح والخسار وهو بمثابة إيراد عرضي يرد إلى الجانب الداعي من حساب الأرباح والخسار بمقدار الفرق البالغ 10 الفريال أما بخصوص قائمة المركز المالي والتي تظهر أمامك في جانب الأصول المتداولة مقدار الاستثمار في الأوراق المالية بمبلغ 570 الفريال مطروحا منها المخصص 140 الفريال لتظهر إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية بمقدار القيمة السوقية البالغة 430 الفريال ترجمة نانسي قنقر